بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من قناة زيت ربي كلبك معك واليد يونس النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن كلب الرائي الالماني او الجيرمان شيبرد الرائي الالماني او الجيرمان شيبرد هو سلالة من الكلاب بتاخد اسمها من بلدها الاصلي اللي هي المانيا وهو يعد من اشهر وافضل الكلاب على مستوى العالم واكثرها انتشارا لانه بيعرف بتعلقه الشديد بالانسان ووفاءه ويعرف بزكاءه وقوته البدنية وسهول التدريب على الطاعة والحراسة تاريخ السلالة بيرجع لسنة الف تنمية تمانية وسبعين لما قام مربه الكلاب الالمان باول خطوة لتطوير كلابهم اللي كانت مختلفة شوية حيث المؤمن حيث المظهر على حسب منطقة الكلب يعني مثلا كلب منطقة ازنه منتصبة في حين ان كلبه منطقة ازنه متدلية وده بيختلف عن كلاب منطقة بافاريا وكلاب منطقة هيس اما الصفات فكانت واحدة والصفات دي اللي خلتها احسن كلاب لراعي القطعان وفضلت محاولات التطوير مستمرة لحد ما جان عقيب الفرسان اللي اسمه ماكس ايميل فريدريك اللي بيعتبر الاب الحقيقي لهذه السلالة فقرر سنة الف تمامية تسعة وتسعين ان هو يشتري كلب وقرر ان هو يعمل اول نادي لهذه السلالة حيث تم نشر اول معايير قياسية للسلالة وفي سنة الف تسعمية وعشرة بدأ اول تصديل للجيرمان شيبرد لفرنسا ومنها الى باقي دول اوروبا بينقسم الجيرمان شيبرد الى فئتين الشولاين اللي هو ظهره ميل وده يعتبر كلب العروض ويصلح للحراسة والوركلاين اللي هو ظهره مستقيم ومن غير ميل وده بين من اسمه ان هو كلب العمل وهو اقوى في الحراسة وقوة التحمل واقوى بدنيا من الشولاين وكل فئة من دول فيه منها اللونج هير اللي هي الشعرة الطويلة والشورتهير اللي هي الشعرة القصيرة وكل فئة منهم فيها جميع الالوان اللي هما اكتر من 30 لون على سبيل المثال الراي اللي هو الاسود خالص والبلاك انتان اللي هو الاسود في الدهبي والبلاك اندريد اللي هو الاسود في احمر والسبل اللي هو خليط ما بين الألوان والبي كالر اللي هو لونين فقط والباندا والوايت جيرمان اللي هو الجيرمان الأبيض تعالوا بينا نتكلم عن الصفات الجسدية للكلب بالنسبة للوزن الزكر البالغ بيتراوح وزنه ما بين 30 ل 40 كيلو جرام أما الأنثى من 22 ل 32 كيلو جرام الارتفاع الزكر من 60 ل 65 سنطي من الأرض حتى الكاتفين والأنثى من 55 ل 60 سنطي قوة عضة الجيرمان شيبرت حوالي 107 كيلو جرام على السنتيمتر المربع وهي تعتبر من أقوى العضات بين الكلاب كلب الراي الألماني بيجمع العديد من المميزات اللي صعب انك انت تلاقيها في أي كلب تاني والمميزات دي هي الزكاء الطاعة سهولة التدريب الرشاقة القوة البدنية البنيان العضلي القوي قوة العضة عزة النفس السبات الانفعالي والاتزان النفسي والزهني وحبه الشديد لصحبه وولاءه ليه واليقظة والجرأة والشجاعة والرشاقة استخدامات الجيرمان شيبرد عديدة بالنسبة للإنسان وهو الكلب الوحيد على مستوى فصائل الكلاب اللي بيتقال عليه كلب متعدد المهام فهو يعتبر كلب منزلي مثالي وبيتميز بحبه الشديد لعائلته وللأطفال وكمان بيستخدم في رعاية الماشية والأغنام وبيستخدم أيضا في رعاية وإرشاد زيوي الإحتياجات الخاصة حيث يتم تدريبه على علامات المرور وألوانها والسرعة للرصيف وتفادي السيارات يستخدم طبيا في الكشف على العديد من الأمراض مثل السرطان والسكر وضغط الدم المميزات اللي ذكرناها سابقا كلها جعلته كلب شرطة وجيش رقم واحد على مستوى العالم حيث يستخدم في الإنقاذ والكشف عن المخدرات والمفرقات وعمليات الهجوم والإغتحام والإبرار الجوي ونقل المؤن والعتاد بالنسبة للمشاكل الصحية للرعي الألماني أبرز المشاكل هي تشوه مفصل الفرد اللي هي الهيب ديسبلازيا ودي العقبة الرئيسية الوحيدة في إنتاج السلالة لأن أغلب الكلاب السليمة بتحمل نفس المشكلة الوراثية وبالتالي بتورصها للأجيال اللي بعد كده رغم المحاولات العديدة لتفادي المشكلة دي ولكن الجين الوراثي للأسف مازال موجود أما باقي المشاكل الصحية فلا تتعلق بهذه السلالة فقط ولكن مشتركة ما بين جميع أنواع وفصائل الكتاب دي كانت حلقة مفصلة عن كلب الجيرمان شيبرد أو الرعي الألماني واشوف حضراتكو على خير بأمر الله في فيديو جديد من قناتنا الزيت ربي كلبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر